حضرتك لو تذكر سيدنا عبد الرحمن بن عوف سيدنا عبد الرحمن بن عوف تحول في لحظة من لحظات التاريخ إلى رجل هو من أثر أثرياء الأمة تعرف بيقولولي في الكنترول عايزينك تربط بين دلوقتي والتاريخ مع الشيخ ودكتورنا عيري اسماعيل فهما لسه بيقولوا حضرك بتضرب المثال الرائع سبحان الله هي القلوب تلقت على حب الله وفي طاعة الله صلى الله القبول يا رب سيدنا عبد الرحمن بن عوف من أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غنا وثراء جميل لدرجة أنه قسم قسمة لآل بيت سيدنا محمد تخيل يعني يتصدق على أزواج سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام مش صدق بمعنى لكن هدية وكان ممن ناله هذه القسمة سيدنا عثمان بن عفان سيدنا عثمان اللي هو أغنى أغنياء الأمة طبعا بيقسم له من مال سيدنا عبد الرحمن بن عوف طب سيدنا عثمان بن عفان كممكن ياخد لأ طهينا جميلة يقول لك لا أنا عندي مال فاخدوا المال ده وزعوا على الفقراء لا قال لهم عبد الرحمن بن عوف قسم لي مالا أربعين دينارا من مالي قالوا نعم قال أتوني بهم فإنها من حلال الله هتولي المال ده أنا محتاجه سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه تخيل حضرتك سبعمائة جمل محمل بالأطعمة وبكل ما تحتاجه الناس والفقراء والمساكين يدخل بها على فقراء المدينة ويوزعها جميعا لوجه الله الله المدينة كلها خرجة سمع صوت زلزال بيرج المدينة فخرج يشوفوا صوت الزلزال جاي من إن الزلزال فوجدوا أن قافلة عبد الرحمن بن عوف محملة بتسعمائة جمل محمل بالدقيق والشعير والزيت والسمن والزبيب كل ما تحتاجه الناس طيب يعمل إيه فيهم ويجيلوا التجار من كل مكان تمام يا عبد الرحمن بن عوف إننا نعطيك الضعف ضعفين قال لا هناك من أعطاني ما هو أكثر من ذلك تمام قالوا فثلاثة قال زادني غيركم لا لا أربعة قال زادني غيركم خمسة ستة سبعة تسعة قال زادني غيركم قالوا كيف لا يوجد في المدينة من يستطيع أن يعطي أكثر مننا قال ربي أعطاني عشر الله أنفقوا السبعمائة جمل بما فيها وما عليها بصوا بأحلاسها حتى الحبل اللي بيربطين بالجمل قال كلها لله كلها لله الغريب إنه طيب إحنا لو بنفكر بتفكيرنا العادي أقول أوزع السبعمائة قافلة وأخد السبعمائة جمل مش كده إليه يعني أوزع الصدقات وأخد العربيات تدخلها الجراش عشان لما حب أشتغل تاني يوم أعمل إيه أطلع الجمل وأحط عليه القافلة واروح أسافر لا إنه تصدق بها كلنا لوجه الله يا الله يا الله على الكرم إيه جبالنا يا الله ناس كانت بتحب ربنا بصدق لسه أقول لك إيه اللي موصل عبد الرحمن بن عوف للمرحلة دي مع أنه بشر زينا بشر يعني أنا أنا هقول لحضرتك حاجة من خلال دراستي لشخصية سيدنا عبد الرحمن بن عوف التاريخية رضي الله عنه وعرضاه عن دا وانسائر يا صحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنه أصبح بدلا من حب العطاء عند سيدنا عبد الرحمن بن عوف أصبح عطاء الحب حب العطاء أصبح عطاء الحب قدم العطاء قبل الحب كمان أحسنت تمام هو تحول عنده إنه كان بيحب يعطي إلى إنه أصبح يعطي الحب للناس قبل المال الله الله من شدة تعلقه بالله وتصديقه ما عند الله لدرجة إنه كان يقول كنت أظن أنني لو رفعت حجرا في الطريق وجدت تحته ذهبا أو فضة يا سبحان الله من كثرة الخير الذي يأتيه يا الله سيدنا عبد الرحمن بن عوف حول الرسالة المال تحول عند عبد الرحمن بن عوف من حب المال إلى الخوف من المال الخوف من المال فأصبح كل ما يكتر ماله يقسمه في سبيل الله سبحان الله يقسمه يعني أربع مرات في حياته يقسم المال شطرين حتى لا يكون فتنة حتى لا يكون فتنة